فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا والان يوم كنا عظماء القو نظر اذا جرؤتم ماذا يحدث اهلا بكم في العصور المظلمة او كما يجب ان تعرف العصور الذهبية من تكون انا الجزري مهندس ومخترع بارع ظننتك قلت انها العصور المظلمة لكنها لا تبدو مظلمة لان ذلك هيعتمد على المنظور الذي تأخذه يا صديقي صديقي طبعا هناك اجزاء من العالم لم تكن مظلمة ابدا ففي حضارة امتدت من اسبانيا الى الصين ضياء العلم والاكتشاف اشرق على كل شيء ايه حضارة؟ الحضارة الاسلامية يا صديقي فيها طور علماء من ديانات مختلفة بعض اهم الاكتشافات التي عرفها الانسان حينها اكتشافات مبنية على علم من سبقهم لكنها مرتبطة بعالمك الحديث اكثر مما تتخيل مثل ماذا؟ كل ما تتصوره لابد ان اصور هذا كنت اعلم انها فكرة جيدة من تكون؟ اسمحوا لي ان اعرفكم بابن الهيثم عالم فذ ادت افكاره الى اختراع الكاميرا انت اخترعت الكاميرا؟ انا من وضع اسس الكاميرات الحديثة بتفسيري لكيفية عمل اعيننا لقد وجدت طريقة لاسقاط صورة على سطح اخر من خلال ثقب في غرفة مظلمة سميت بعدها القمر المظلمة فكروا في كل الاشياء التي تطورت من هذا الاكتشاف الكاميرات السينما كلها تعمل بنفس المبدأ رائع انتم في الاسفل التبهوا من هذا؟ انه صديق الصدوق عباس بن فرناس شغف بالسماء وامن بان الانسان يمكنه الطيران رائع فعلا جاروا ان يحلم بالطيران الف عام قبل الاخوين رايت فعندما تسافرون بالطائرات في عطلاتكم عليكم ان تتذكروا عباس نفرناس استعدوا انا جاهز للإقناع مرة انا جارت قصر غرناطة وكان معي بعض الشباب الذي نعيشونه فقال لواحد والناس منبهرة بالذي يرونه من الترف والرقي وكنت أقرأ بعد ما يكتب على الجدران واحد ألماني مستغربة كيف أقرأ على الجدران والعربية فمعي شباب غرورقت عينهم بالدمو ويبكون على الماضي الذاهب واحد عراقي أحسبوه عراقيا أنا كنت بجلابتي هناك وكان الجو باردا فكان عندي سلها مثل بورنوس فنظر إلي ووجد منظري مناسبا للمكان الذي نحن فيه فقال أنت من بقايا الزمن الجميل من بقايا الوعاء أيام جماله فأنا قلت لهم أنتم الآن ما رأيتم إلى الجدران هذا هو الذي ترون كيف تظنون الأثاث الذي كان هنا كيف تظنون لباس هؤلاء القوم كيف تظنون حديثهم كيف تظنون جواريهم وإيماءهم وخدمهم وأنتم الذين ما رأيتم إلى الجدران فقط ومنذ وعيتم وهذه الجدران لا تملكونها أنظروا حسرتكم كيف تظنون حسرة من كان يعيش هنا وقيل له خج هذا شيء ما يصعب على التصور الله أكبر يوم كنا عظمى زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقات تره السلام فتوجت أبطالا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى سيظل للتاريخ واسم حافل سيظل فخرا يعتني الأجيال سنظل خير الناس في كل الورى فلنا العقيدة تبعث الآمالا ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التأل قيمة وشمالا نحو التأل قيمة وشمالا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى 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 على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشترك في القناة اشترك في القناة